تسليط الضوء على دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسات العمومية من خلال الخوض في آلياتها وطبيعتها الدستورية والسياسية كان في صلب هذا اللقاء الذي يسعى إلى عرض مقاربات علمية في هذا المجال إن صناعة السياسة العامة لا يكون بدءا إلا بتحديد المشاكل بعد معاينتها ثم تحليلها وتصور التعامل معها من أجل وضع الآليات لتنفيذ هذا التصور لتأتي مرحلة تقييم وإن تطلب الأمر يعادة دراستها وإبراز أوجه النجاح فيها أو الإخفاق أذكر أن الجزائر ومع بداية عاد السيد عبد المجيد تبون قد اتجهت رأسا إلى تحديد ومعاينة المشاكل وهو مصطوله عليه بإبراز مناطق الظل في كل ربع الوطن لأنه لا يمكن تصور بناء سياسة عامة ومن خلالها استراتيجيات سياسة العمومية إلا بهذه الدقة من التحديد والمعاينة أهل الإختصاص من جانبهم استعرضوا في مدخلة قيمة أهم الإجراءات القانونية الخاصة بآلية الرقابة على السياسة العامة للحكومة هي خطوة هامة لتمكين البرلمان من الإضطلاع بمهامه الدستورية الرقابية ومتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها الذي صادق عليه البرلمان ملتمس الرقابة البناء إذن ليس هو الهدف يعني الإطاحة بالحكومة الهدف هو التعاون مع الحكومة المشاركون أكدوا على ضرورة تقييم عمل الحكومة ومتابعة نشاط الجهاز التنفيذي من قبل السلطة التشريعية ضمانا لدولة الحق والقانون وتجسيدا لحكمة جيدة